فدي كلها ترجع لخلفيات أو بعيدا عن السادة القاهرة إنما ممكن يكون فيه أرضية ملعب التدريب نفسه اللي كان بتضرب عليه فيه مشكلة ممكن يكون الأحمال التدريبية ما خنننش أفضل حاجة وطبع في الأول وآثرة ولأن الوقت يدهمنا سريعا فهنخش أطول على حالات ونبدأ بالإسماعيل والاتحاد نخش طبعا نقمطش الإسماعيل والاتحاد من مشاطة الدربي الجماهيري اللي أنا شخصيا بعشاء أوكيمه جدا مباراة كاليسكية في الدول المصر تتفرج على مباراة جميلة جدا عايزة أفراجك على الجن الأولاني من الأول كده فيه لعيب يعني أتمنى أن كل الأندية طبعا بص اللونج باس طبعا كابتن طريق العشري مدرب من المدربين اللي دايما بيشتغل يقولك أنا مدرب تجاري بعرف أجيب البونت كويس وبعرف أجمع نقاط بشكل كويس جدا لعب كرة طويلة اللونج باس هنا خبراته وتقل لعيب كبير زي مبلوله مو اللعيب اللي أنت عايز تكلم عنه طبعا مبلوله مبلوله ده يعني لازم الناس هنا تحية للحج محمد مصالحي كبيرة جدا تحية للنادي الاتحاد السكنداري في اختياره بمواصفات لعيب بالشكل ده مش موجود في نادي الأهل وفي نادي الزمالك بهذه المواصفات أنه هو يتمنى أن الكرة المصرية في القادم أن كل اختيارات اللعيب الأفرقى تبقى في المواصفات النوعية دي وبالشكل ده لعيب دولي ولعيب عدد مطشاط معينة في بطولة أفراقية مع منتخب بلاده لعيب يكون بهذه المواصفات شكل كبير جدا بص الشكلة ربع فرصة هنا بص الكرة من تحت رجله الرجل بيشوته هو بيشوته كرة عشان يضيع فرصة هدف تاني مع تعلق أحمد عدل عبد المنعم بشكل كبير بص الكرة دي بص دي من الكرات الصعبة جدا وتعلق لأحمد عدل بص هو طوح رجله رفع رجله الفوق ازاي عشان ياخد الكرة لأنه بقى تحت رجله دي من الكرات الصعبة جدا بيمينه تتفرج على شكل الكرة إنما أحمد عدل تعلق فيها بشكل كبير ماشي الكرة ماشي الحالة دي فمبلوله يعني كل شكل هجومي لنادي الاتحادس الكندري هتلاقي في الأول وفي الآخر هو مبلوله لحطت البصمة الكبيرة اللي موجودة عليها برضو دي هجمة من الهجمات اللي تعلق فيها أحمد عدل عبد المنعم كان يقدر مبلوله إنما طبعا المساحة قدر أحمد عبد المنعم يدايق المساحة على مبلوله ما يحرص الهدف التاني ويكون تفوق نادي الاتحاد على النادي الإسماعيلي إنما النادي الإسماعيلي في الأول وفي الآخر وقف بقى الكرة وقف وقف ارجع تاني بقى ارجع تاني بس هنا في الأول وفي الآخر هنا هنشوف كابتن إهاب جلال مدرسة تانية غير كابتن طرق العشرة إهاب جلال مدرسة زيننا إزاي أشتغل البلد أب كويس إزاي أشتغل الوان سيري بشكل كويس إزاي أشتغل الشغل اللي من عمك الملعب ومن قلب الملعب ما لعبش الكرة الطويلة بيشتغل عليها مع نادي الإسماعيلي. قطر تيبه في الجدول الدوري مش أفضل حاجة في التبتيب 13-19 نوطة. إنما بمجموعة لعيبة صغيرة قدر كابتن إحاب الجلال يطلع نوعية لعيبة صغيرة تقدر تعمل فارق مع نادي الإسماعيلي. ماشي الكرة بص من قومك الملعب هنا. الوان سري. أيوة بص عبد الرحمن مجد. اللعيب الكبير اللي بيأثر بشكل كبير مع نادي الإسماعيلي. وهنا يقدر يحرز دي من الكرات الصعبة جدا عبد الرحمن مجدي برضو اللي بيبصم على كل كرة بقال لي بصمة كبيرة جدا مع نادي الإسماعيلي. إنما تقلق للمهدي سليمان هنا بخصوص المنتخب وحالات المنتخب. تقلق للمهدي سليمان من الكرات الصعبة جدا. اللي ممكن تغدع أي حرس مرمى. لأنها رايحة بقوة وبشكل كبير جدا في اتجاه المرمى. ماشي الحالات دي كرة تانية بقى. هنا عبد الرحمن مجدي بيتقلق وبص بقى. هنا واخد الكرة من نص الملعب بيشتغل شغل فردي إنما في الأول في الآخر يقدر ينجح أن يستخلص الكرة دي طبعا خطأ من المهدي إنما للأسف الشديد ما تقدرش تترجمها هدف لنادي الإسماعيلي عشان هو كمان يقول لك زي ما نادي الاتحاد ضيع أنا كمان لازم أضيع دي من الكرات اللي تحسب للمهدي سليمان في التقلق رد فعل غير طبيعي الكرة دي تحسب تسلل على عبد الرحمن مجد في التداخل إنما بص رد فعل المهدي سليمان هنا دي من الحالات طبعا عينه على الكرة بشكل كبير جدا ما تخدعش في تحرك عبد الرحمن المجدي أو لعيب نادي الإسماعيلي